بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني فضل هادي مسلم يار ورئيس البرلمان الأفغاني عبد الرؤوف إبراهيم عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق الموساء بضحايا الانفجار الإرهابي في مشفى عسكري في مدينة كابول الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى وأكد الغانم في برقيته التضامن الكامل مع الشعب الأفغاني الصديق والتأييد الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها أفغانستان من أجل حفظ أمنها واستقرارها